السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة زنا نتحدث عن تنزيل القرآن الكريم حسب الوقائع والاحداث وصلنا اليوم لتنزيل سورة الضحى يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخرة خير لك من لولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هذه الصورة أيها الأحبة الكرام يسميها العلماء صورة تشرح الصدور وتبعت على الطمئنة وفيها الأمل الواسع ووعد من الله تعالى بالنصر والعطاء والكرم حتى إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه مباشرة رفع صوته بالتكبير وصار يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ومن ثم فإن الفقهاء والعلماء قالوا يسنوا عند قراءة هذه الصورة أن نرفع أصواتنا بالتكبير والتهليل تمجيدا لله وشكرا على عطائه تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نجول حول هذه الصورة ونتأمل في أسرارها ومقاصدها إذا أردنا أن نتحدث عن سبب نزولها العلماء يسمونها بأنها تؤرخ لما يسمى بفتور الوحي فتور الوحي بمعنى أبطأ الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المعتد أن ينزل بين اليوم والآخر صور أو آيات وكذا النبي الكريم كان مستأنسا بهذه الصور فهذه الصورة هي حادي عشر قبلها نزلت عشر صور كاملات عشر صور نزلت على قلب النبي الكريم كانت شاقة وكانت فيها الشدة وكان النبي الكريم يجزع فإذا بأمنا خديجة قالت يا رسول الله إنك لتجزع كثيرا لو أن القرآن أبطأ لو أن القرآن تأخر قليلا فلما قالت أمنا خديجة هذا الكلام أيام طويلة لم يتنزل القرآن فقالت له لعلك تستريح لعلك تسترجع أنفاسك يا رسول الله إني أريك أراك بأنك تتحمل شدائد وتتحمل مصاعب كبيرة لو أن القرآن أبطأ حتى تستريح قليلا وتلتقط أنفاسك فتوقف القرآن لم يعد ينزل مرت أيام وليالي بل وأسبيع ولم ينزل القرآن فكان كفار قريش يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه يقولون له يا محمد لقد انقطع عنك الوحي شيطانك هجرك كانوا يعتقدون بأن ما يقع له إنما هو نوع من المس ويعتبرون أن ذلك شيطان كان يوحي إليه فبدأوا يسخرون منه ويقولون له لقد تركك شيطانك وقالاك ربك ومن الذين تزعموا هذه الحملة هي أم جميل زوجة أبي لهب التي كانت تجمع النساء وتغدق عليهن بالأموال وتقيم حفلات وتضحك وتقهققه بأعلى صوتها وتقولون ألم تروا إلى محمد لقد قلاه ربه لقد تركه ربه سيدنا النبي والصحابة الكرام بدأوا يتشوقون للقرآن يتشوقون متى سوف يأتي التنزيم مرة أخرى وكأن التعب الذي كانوا يشعرون به وعظم المسؤولية بدأ يخف عليهم فزاد شوقهم إلى كلام الله زاد شوقهم لسماع الوحي الإلهي لكن الوحي الإلهي أبطأ قيل أكثر من أربعين يوما على الرأي الراجح من أقوال علماء السير أكثر من أربعين يوما والقرآن الكريم لم ينزل فصار النبي الكريم يصعد إلى شواهق الجبال وينظر هنا وهناك لعل جبرائيل ملك الوحي يأتيه مرة أخرى ولكن هيهات ثم هيهات فبدأ النبي الكريم يقلق ويحزن ويقول ربما كلام هؤلاء القوم صادق ربما أن ربي قد قلاني ربما أن ربي قد هجرني ربما أن ربي قد تركني وصار النبي الكريم يشعر بأن صدره ضيق ويشعر بأنه حزين ويرى بأن كل شيء يتبخر وكل شيء يتلاشى ما قيمة هذه الحياة بغير إيمان ما قيمة هذه الحياة بغير قرآن ما قيمة هذه الحياة بلقاء الله تعالى دون لقاء الله سبحانه فإذا في تلك الليلة كان سيدنا النبي فوق شواهق الجبال يحدث نفسه متحسرا إذا بجبرائيل يظهر له مرة ثانية بعد مرور أكثر من أربعين يوما نزل عليه جبرايل لما رأاه النبي الكريم وسمعه فرحة وسرة فقط للقاء فبدأ الوحي الإلهي يتنزل يقول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخرة خير لك من لولى ولسوف يعطيك ربك فترضى هذه الآيات العظيمة الجليلة كان أهل الله لما يقرأونها يرفعون أصواتهم بالتكبير وبالتهليل لأن فيها منتهى الكرم الإلهي وفيها رحمة الله الواسعة ووعده الصادق لكل عباد الله المؤمنين وفي مقدمتهم نبيه وصفيه وخليله ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له والضحى ما معنى والضحى ربنا يقسم معناه أقسم بالضحى يا محمد صدقني سأقسم لك بذاتي ولكن ذاتي عظيمة سأقسم لك بمخلوقاتي فيقسم الله تعالى بمضاه الكون مرة يقول والشمس وضحاها ما الله يقول إذا الشمس كورت يقسم بمضاه الكون هنا أقسم الله تعالى بوقت الضحى ما هو الضحى هو الوقت الذي يكون بعد إشراقة النهار بعد أن نودع الليل وتبدأ الأسابي الضلام تندتر وتبدأ إشراقات خفيفة نورانية ذاك هو وقت الضحى وقت عظيم وقت مبارك والنبي الكريم فيما بعد سوف يسن لنا صلاة الضحى تكون دائما نقرأها بهذه الصورة صورة الضحى نقرأها بصورة الضحى والليد سجف الركع الأولى والركع الثانية بالشرح التي سوف نتحدث عنها غدا إن شاء الله تعالى هي تتم لصورة الضحى فقال له الله تعالى أقسم بهذا الوقت العظيم الذي يكون الناس فيه نائمين ثم يستيقضون صباحا وقلبهم منشرح ونفسهم طيبة للحياة لكي يستأنفوا يوما جديدا والضحى والليل إذا سجى يقسم الله تعالى بسكون الليل الليل لما يكون في منتصفه هناك هدوء وسكينة وطمأنينة انظر إلى حياة الناس إلى الشوارع إلى الأزقة إلى كل المجتمعات تجدهم نائمين يغطون في نوم عميق والليل إذا سجى رحمة رحمة عظيمة لما يكون هناك هناك صمت رهيب ما في ضوضاء ما في صخب ما في أشعة هذا رحمة كبيرة ونعمة من الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال يا محمد إياك أن تعتقد اعتقادهم وإياك أن تصدق مقالتهم ربك هذا عز وجل لم يودعك ما ودعك ربك لم يودعك الوداع يكون بين الأحبة أقول أستودعك الله وداعا هذا الوداع يكون بين الأحبة وقد يكون بعد غياب طويل لكن القل ما ودعك ربك وما قال القل يكون بين الأعداء إنسان يقاطع في مقاطعة فقال له يا محمد ربك ما ودعك وما قال حشا ربنا عز وجل هو أعظم وأجل وأكرم من أن يودعك أو يقليك أو يتركك حشا ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى أبشر يا محمد هذه بشارة عظيمة الآخرة خير لك من الأولى ما هي الآخرة فسرها العلماء بتفسيرين هناك من قال بأن الآخرة هي بعد البعث والنشور الدار الآخرة بأن الله تعالى أعد لك نعيم وسوف يعطيك الكثير سوف يعطيك القصور تجري من تحتها الأنهار ويعطيك الحور العين ويعطيك ملكا عظيمة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا عظيمة ويعطيك من الخيرات والبركات ما الله بعليم أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا المقصود بالآخرة ولا سوف يعطيك ربك إلى أن قال قال الله عز وجل ولا الآخرة خير لك من الأولى الآخرة الدار الآخرة من من فسرها يعني يا محمد آخر عمرك سيكون أفضل من أوله تفسير آخر ليس المقصود بالآخرة هو بعد القيامة لكن في الدنيا هنا يعني أن أواخر عمرك يا محمد سوف تنال حضوة عظيمة وسوف تنال مالا وفيرا وعزا وكرامة وقوة وبأسا شديدا أب شريا محمد وهكذا كان فعلا النبي الكريم في آخر عمره بعد أن انتشر الإسلام وتوسعت الفتوحات وصار الإسلام قويا وشوكته عظيمة وجاء هناك في الفتوحات هناك انكبت الأموال الكثيرة والخيرات الكثيرة على النبي الكريم وصارت كلمته مسموعة وصار يكاتب الحكام الكبار في ذلك الزمان كاتب هرقل الروم وكاتب كسر بن هرمز ويقول من محمد بن عبد الله أسلم تسلم بعد أن كان يعيش مع العبيد وكان يرعى الغنم وكان يعيش على شطف الحياة في آخر عمره صار عنده نبوة أعظم من الملك ويكاتب أكبر الإمبراطاريات في العالم آنداك وصارت الدول كلها المجاورة تدينوا بدين الإسلام ونزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح هذا هو المقصود وَلَا لَا لَا خيرُّ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى الأولى فيها ضعف فيها النه لكن ثم بعد أبشرgy سيعطيك الله الخير الكثير ثم قال وَلَا لَا لَا خيرُّ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ولسوف يعطيك ربك فترضى سيعطيك الكثير حتى ترضى فتسأل سيدنا النبي فقال لشبريل ماذا سوف يعطيني ربي قال سيعطيك الكثير اطلب ما تشاء قال ماذا كيف قال اطلب فبدأ النبي الكريم يفكر ويدبر ما هو الشيء الذي يرضيه هل يرضيه ان يعطيه الله القصور تجري من تحت الانهار قال لا هل يرضيك يا محمد ان يعطيك الله الاموال والتروات من الذهب والفضة واللؤلئ والمرجان قال لا هل يرضيك يا محمد ان تكون اكبر ملوك الارض تحكم بحكمك ولا احد يستطيع ان يرد عليك قال لا اتريد ان تعمر عمرا طويلا تعيش سنين مئات سنين قال لا قال ما الذي يرضيك يا محمد اذا النبي الكريم ماذا قال قال لن ارضى وان يكون واحد من امتي في النار هذا هو الذي يرضيني لا ارد احد من امتي ان يكون في النار اردهم جميعا ان يكون من اهل الجنة فجاءه الجواب الالهي يا محمد سنرضيك في امتك ولا نسوءك سنرضيك في امتك ولا نسوءك العلماء اعتبروا بان هذا المقطع من هذه الصورة هو اعظم ما هو موجود في القرآن والقرآن كله خير وكله عظيم لكن هذا المقطع وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قالوا انه مفتاح عظيم من مفاتيح الرزق ومفتاح عظيم من مفاتيح النجاح لكل من كان يشعر بانه فقير وانه محتاج وانه مهمش وانه ما عنده كلمة مسموعة سيعطيك الله كل شيء اذا قرأت هذه الآية وكررت هذا المقطع فتحات اشراقات فيوضات كرامات امدادات من عند الرحمن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وهذه الآية يا ما عقدت من اجلها ندوات وملتقيات منذ الزمان ففي اهد سيدنا علي بن ابي طالب لما كان اميرا للمؤمنين وكان قبله واليا على العراق والشام كان يجمع العلماء من اهل العراق ويقول ما هي ارجى آية في كتاب الله فكان علماء العراق لانهم كانوا كان الشعب العراقي ايام زمان كان عنده رغبة في اللهو وفي المرح بل ومنهم من كان يتوسع في المجون وفي الخمريات وغير ذلك فكانوا يسمعون القرآن فيقولون بان ارجى آية في كتاب الله لما يسمعها الرجل العراقي الذي كان مع الموسيقات والرقص واللايال الملاح كان يقرأ هذه الآية فيبكي ويقول حمدا لك يا رب ما هي هذه الآية؟ ويقول الله تعالى قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فكان يسمعها الناس المفتونون والذين قد ينغمسون في الشهوات والملدات يقرأونها ويقول يقولون ربنا يخاطبنا ويقول قل يا عبادي يسمين عباده يتوددوا الينا قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لم يذنبوا بل اصرفوا في الدنوب وتكالبوا عليها ولم يتركوا من شيئا الا وانغمسوا فيه اصرفوا على انفسهم اياكم ان تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الدنوب جميعا ايدا بالمغفور اطمئنوا كان هزلا او كان جدا ظاهرا او باطنا كبيرا او صغيرا كل الدنوب مغفورة ان الله يغفر الدنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فكانوا يرفعون اصوتهم بالتكبير لا اله الا الله لا اله الا الله فينزع الله من قلوبهم الرغبة في المحرمات ويزددون ايمانا ويزددون في رتب الخيرات لكن سيدنا علي ابن ابي طالب قال هذه الاية هي ارجع اية عندكم في كتاب الله نحن ايل البيت عندنا ما هو افضل من هذه الاية واكرم من هذه الاية قالوا هل هناك اية اخرى فيها الرحمة اكتر من هذه قال علي ابن ابي طالب نعم هي ارجع اية في كتاب الله قالوا ما هي قال هي هذه الآية قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى يعطيك الكثير حتى ترضى يعطيك من النعم الصحة العافية طول العمر المال الأولاد الأسرة المستقرة والإيمان واليقين والدار الآخرة ثم أكثر من هذا الشفاعة الشفاعة أعطاه الله الشفاعة يسمى الشفية يشفع للأمة ولكل المدنبين يعطيه الله الحق بأن يدخل الجنة من يشاء بشفاعته من دلد يشفع عنده إلا بإذنه طبعا كل بعد إذن الله الواحد الأحد الفرد الصمد فهذه الآية يا حب الكرام أرجوكم جميعا اقرأوا هذه الصورة ورددوا هذا المقطع وسوف ترون عجائب قدرة الله ترون بأن الله كريم ومعطاء ويعطيك العزة والكرامة والمال والصحة والكلمة المسموعة ويعطيك الله تعالى الرأي المرفوعة ويعطيك الله من كل ما تشاء حتى إن العلماء قالوا عجبا لهذه الآية الأنبياء كانوا يطلبون من الله الرضا حتى سيدنا موسى الكريم موسى عليه السلام كان يتكلم مع الله ويقول وعجلت إليك ربي لترضى يطلب الرضا وينتظر أن يكرمه الله بالرضا لكن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يطلب الرضا بل الله تعالى هو الذي أعطاه الرضا ولسوف يعطيك ربك فترضى اطمئن يا محمد فسيدنا محمد لما فكر وقدر قال لن أرضى وأن يكون أحد من أمة في النهر وكان الصالحون إذا مروا على هذه الآية يقفون قبل أن يستكملوا قراءة يقفون ويبدأون في الصلاة على النبي المصطفى اللهم صل على هذا النبي اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي اللهم رزقنا شفاعته يوم الدين اللهم لا تحرمنا من النظر في وجهه الكريم يوم القيامة اللهم اجعلنا بجواره وفي مجلسه صل اللهم يا رب وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم هكذا كان علماء الأمة والصالحون إذا مروا على هذه الآية يتوقفون ويكثرون من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يستانفون باقي الصورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم يأتي التساؤل ألم يجدك ربك يتيما فآوى ووجدك ظالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ربنا عز وجل يذكر نبيه ومصطفاه يا محمد لماذا تقلق ولماذا تجزع ما لأرك قد سمعت لكلام الناس قالوا محمد هجره ربه وتركه لما أبطع عليك الوحي ضننت ضن السوء إياك يا محمد دائما كن على ثقة كاملة بربك هل تذكر يا محمد كيف كنت كنت يتيم فإذا بي ربه عز وجل تحدث أن الله تعالى أعد له من يقوب برعاية وعنايته ألم يجدك يتيما فآوى سيد النبي ولد وبو أبوه كان متوفي لازال في بطن أمه توفي والده ثم توفيت أمه وهو عنده أربع أو خمس سنوات ثم بعد ذلك كفله جده ثم عمه وصار النبي الكريم يتيم وربنا عز وجل تولاه بالعناية والرعاية ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا يا محمد أنت لم تقرأ ولم تكتب ولم تدخل إلى مدرسة ولا إلى معهد ولا إلى جامعة ما عندك شيخ وما عندك مربي وما عندك مرشد وما عندك معلم وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن الله سبحانه وتعلمك الكتاب والإيمان وعلمك ما لم تكن تعلم هذا المقصود وجدك ظالا فهذا لم تكن على بينة لم تكن على دراية بحقيقة الوجود وبحقيقة الله وبحقيقة الحياة وبالبعث والنشور وبقصص الأنبياء وبالماضي الصحيق وبالمستقبل اللاحق وبالخلود الأبدي كل هذه الأمور لم تكن على يدري بها حتى ربك علمك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى هل تذكر يا محمد لما كنت فقير لا تجد لقمة العيش ثم صرت ترعى الغنم كان النبي الكريم يقول كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة على أقل من دنانير لأهل مكة كان فقير جدا ولكن الله تعالى فيما بعد أعطاه تجارة واشتغل في مال زوجته أمنا خديجة رضي الله عنها وبعد ذلك ربنا عز وجل وسع له المداخيل وصرت عنده الغنائم والفتوحات وكانت تعطى إليه الهدايا والزكوات وكان مال وفير بين يديه ولم يكن سيدنا النبي يستهلك إلا القدر اليسير ولم يكن يدخر شيئا بل كل ما كان يضع بين يديه يوزعه على الفقراء والمساكين حتى قالوا يا قوم إنه رجل يعطي ولا يخشى الفقر كل من أتى إليه ترق بابه إلا ويعطيه وسيدنا النبي لم يكن يأكل إلا القليل فقال له ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى أي فقير فأغنى كالله ثم قال يا محمد استمع لهذه الوصايا نفدها واطلب من الناس أن ينفدوها ما هي هذه الوصايا قال له ربنا عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر إياك أن تقهر اليتيم اليتيم وأنت قد دقت ضغم اليتم إياك أن تقهره فكان النبي الكريم يوصب الأيتام حتى إنه جاءه رجل وقال يا رسول الله قلبي خشم قلبي ما في رحمة هل من طريق لكي يكون في قلبي الرحمة قال أطعم المساكين وامسح على رأس اليتيم وصفة نبوية شريفة لمن أرد أن يكون قلبه لينا هينا فيه الرحمة قال أطعم المساكين وامسح على رأس اليتيم يعطيك الله الرحمة فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر السائل كل من جاء يسألك إياك أن تنهره السائل أنواع هناك من يسأل المال يريد سلف يريد قرض يريد مساعدة مدية هناك من فقط يريد طعام إطعام جائع أو قد يكون يريد أن تدله على مكان معين أو يكون مستفت وسيدنا النبي يأتيه الناس من بعيد يستفتونه لم يكن سيدنا النبي يرتاح اعلموا أيها الأحباب الكرام النبي الكريم لم يكن يرتاح في بيته أحيانا قد يأتيه الناس في منتصف الليل يطرقون بابه وهو نائم ويأتونه في فتيا أو في سؤال أو نزاع فيما بينهم هل تذكرون قصة قصة المجادلة أو المجادلة جاءت في منتصف الليل وهو نائم يا رسول الله أنقذني ويقول يا إرجعي يا خولة إلى دياركم حتى الصباح قتل الآن الآن سيدنا النبي كان على الرغم ما عنده وقت راحة كان يستقبل الناس في الصباح والمساء على مدار 24 ساعة وكان مطلوب منه أنه يكون دوما قلبه من شرح ويعطي لكل حيث في السماع والجواب سواء كان فقير يريد المال سواء كان مستفسي يريد حكما شرعيا سواء من مستدل يريد أن تدله وأما السائل فلا تنهر إياك أن تنهره فكان النبي الكريم يحرص أن كل سائل يستقبله استقبلا حسنا ويبتسم في وجهه ويربط على كتفه ويدخله إلى بيته ويقدم له واجب الضيافة ثم يقول هاتي ما عندك فلم يكن يسمح له بأن ينهر السائل صلى الله عليه وسلم هذه رسالة للعلماء ورسالة للصالحين ورسالة لكل أهل الله وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث النعمة نعمة الإيمان هي أعظم نعمة وكأن ربنا عز وجل يقول له يا محمد تحدث عن نعمة الإيمان هذا ما يسمى عند رجال التبليغ والدعوة إلى الله يجلسون ويتحدثون عن نعم الله عن الطعام انظر إلى طعامك هذا الذي أكرمك الله به إلى صحتك انظر إلى نعمة السمع نعمة البصر نعمة العقل نعمة النطق انظر إلى نعمة الإنجاب نعمة الحمل نعمة الأولاد نعمة الإطعام والإفراغ هذه كلها نعم نعم النوم واليقضة نعم لا تعد لا تحصى وأما بنعمة ربك فحدث قيل النعمة هي أعطاء الله وقيل هي الإيمان بالله وقيل هي القرآن النعمة هي القرآن حدث به الناس يا محمد أينما كنت وارتحلت حدث الناس بالقرآن الكريم وقيل بأن النعمة هي المال إذا أعطاك الله مالا فليرى عليك مرة سيدنا النبي وجد رجل أعربي يلبس لباسا رتا فظنه فقير أراد مساعدته فقال له يا رجل ماذا تشتغل قال أنا تاجر قال تاجر في ماذا قال عندي إبل وعندي جمال وعندي بغائم عندي بقر ومواشي وووة قال كل هذا المال عندك قال نعم قال إذا أكرمك الله بالمال فليرى أثر نعمته عليك وأما بنعمة ربك فحدث إلبس لباسا جيدا كل طعاما طيبة أسكن مسكنا لائقة اركب مركبا محترما حتى يعلمون نسبة أنك يرون عليك نعمة الله البخلاء عادة لا يظهرون نعمة الله دائما يسألته يقول لك ما فيش هناك أزمة قلة ندرة وكأنه يشتكي أو يشكو الخالق إلى المخلوقين وكأنه يريد أن يتنصل من العطاء أو يتنصل يخاف من العين أو غير ذلك لكن الإنسان إذا أعطاه الله نعمة فليقولها ولكن ليحضر العين لأن هناك بعض النعم قد تأتي بالحسد في آية أخرى ربنا عز وجل ألا يقول ومن شر حاسد حسد فإذا أظهرت النعمة فحصنها بماذا نحصل النعم بعدم الوقوع في المعاصي ونحصل النعم بالصدقات ونحصل النعم بالذكر ونحصل النعم خصوصا بأن نوظفها في مرضات الله أعدم طريق لتحصين النعم أعطاك الله المال أعطاك الله الجمال أعطاك الله الصحة أعطاك الله السلطة أعطاك الله التروة حصنها بأن تستعملها في طاعة الرحمن هذه أيها الأحباب الكرام باختصار شديد هي مضامين سورة الضحة فهذه السورة هذه العلماء أقروا بأنه إذا قرأه العبد المؤمن لن يصبه مكروه فإن الله تعالى وعد بشرح صدره وفيها العطاء قلبها ولسوف يعطيك ربك فترضى اقرأها مرارا وكرر هذا المقطع ولسوف يعطيك ربك فترضى حتى منه من قال كرروا على الأقل تمانية مرات على عدد أبواب الجنة أبوابها تمانية ثم صلي بها سلطة الضحة كل صباح مع الثامنة الثامنة والنصف التاسعة صلي ركعتين الركع الأولى بالفاتحة والضحة والركع الثانية بالفاتحة والشرح التي سوف تأتي بعدها ويمكمل لها غدا إن شاء الله نتدرسها وسوف ترون عجائب قدرة الله تعالى هكذا أيها الأحباب الكرام سوف يستأنف الوحي نزولا على قلب النبي الكريم بعد أن أبطع عليه أكثر من أربعين يوما ثم بعد ذلك بدأ القرآن يتنزل على قلب نبي المصطفى تباعا 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 تلاتة وعشرين سنة دون انقطاع إلى أن انتحق بالرفيق الأعلى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة